أعزائي المشاهدين ومتابعين برنامج حكاوي اليوم على قناة الصحة والجمال أهلا بيكم في حلقة جديدة مهمة جدا لكتير من أستاذ المشاهدين في بداية الحلقة حيكون معي أضيف الكريم الأستاذ هشامل بنداري رائد من رواة صناعة وحدات التبريد في مصر صباح خير أستاذ هشامل صباح النور أهلا بحضرتك أستاذ هشامل في البداية عايز أعرف من حضرتك يعني أنا لما جيت درست دلتا فوم عرفت أن الموضوع كان فاملي بيزنس عند حضرتك بموجب موقعه كانت برئيس مجلس دارة لشركة دلتا فوم عايز أعرف بداية الشركة كانت إزاي هي الشركة مبدأين زي ما حرارك قلت فاملي بيزنس ووالدي الموانس رادا البنداري هو اللي كان بدأ الشركة هو في المجال من سنة 88 بس كان شغال بدون ما يبدأ أنه يفتح الشركة كان بياخد خبرة الأول طبعا زي ما الناس كلها لازم تعمل في سنة 2000 كان فيه المبادرة بتاعة شباب الخرجين أيام الرئيس حسن مبارك استلمنا أرض فعلا في مدينة النبارية كانت أول مئتين متر وبدأ يبني فيها المصنع ومن ساعتها وبدأنا الشغل المتين بقى 400 والربعمية بقى 800 وهكذا بدأت الشركة تكبر لغاية 2007 اشترينا أو دخلنا شراكة مع شركة كورية اللي هي سيرمال مصر دي وحدات تبريد حاجة باية الوكيل الحصر ليها دلوقتي بالزبط كده احنا الوكيل الحصر ليها في مصر واحنا الوحيدين اللي بنزلها مصر الحمد لله طبعا بعد 2007 بعد موضوع الشراكة ده ده فرق معنا جدا في الشغل بتاعنا كانت مرحلة جديدة مرحلة جديدة ونقلة نوعية في الشغل كله بتاعنا لأن الوحدة قوية جدا ما شاء الله عليها في 2010 اشترينا أرض في 6 أكتوبر وعملنا فيها مصنع ضخم جدا الحمد لله على مستوى عالي جدا ومكان حديث وحاجة ممتازة جدا طب بصي أستاذ الشاب خليني أرجع معك بالكسة الوراء شوية في بداية الموضوع أو وحدات التبريد لدلتا فوم إزاي الفكرة جات أصلا لوالد حضرتك بمعنى في ناس كتير الصنغات في كتير منها ومتنوعة منين جات له فكرة أنه هو يبقى متخصص في وحدات التبريد أو التبريد هي القصة كلها أنه هو يعني أو إحنا عموما الأسرة كلها مع بعضينا إحنا إيد واحدة طبعا الحمد لله منحب أنه إحنا نخش في الحاجة المختلفة يعني دايما الحاجة المختلفة هي اللي بتنجح يعني كنتوا داخلينه كأسرة من البداية خالص ولا بعد كده الموضوع تحول لا وبعد كده هو البداية طبعا كان والدي هو اللي دخل فيها وبعد كده إحنا طالعين ناشئين في المجال ده وشايفين كل حاجة قدام عينينا فخلاص بقى ده مجالنا والمجال ده اللي شغال في شركات قليلة جدا يعني على مستوى مصر كلها يمكن خمس أو ست مصانع على مستوى مصر كلها وإحنا الحمد لله واحد من أكبر المصانع من ضمن الخامس ست مصانع دول فالحمد لله طبعا يعني طب أستاذ إشام خليني أفهم من حضرتك صناعة التبريد بشكل تفصيلي إيه الخدمات اللي بتقدمها شركة ديلتا فوم بمعنى هل الموضوع بيكتصل على غرف التبريد بس ولا السيارات المتنكلة بغرف التبريد ولا في منتجات أخرى إحنا ما نعرفش عنها حاجة هو الصناعة بتاعتنا بتتقسم لشقين تمام الشق الأولاني هو غرف التبريد المجهزة للمطاعم للمصانع كل مجال الأغذية بيحتاج غرف التبريد الشق التاني اللي هي السيارات النقل المبردة العربيات دي طبعا أنا طالما عندي مصنع هحتاجن البضاعة المجمدة من المصنع للمطعم أو من المطعم للمصنع وهكذا فالعربيات ده الشق التاني والوحدات التبريد بتاعت العربيات اللي هي السيرمال مستر ودي اللي احنا الوكيل بتاعها في مصر سيرمال مستر سيرمال مستر طيب برضو عايز افهم من حضرتك يعني انا شايف دلوقتي على الشاشة فيه كتير من الوحدات اللي كان حتم تصنيحها عن طريق دلتا فوم تمام عايزك تحكيلي الخطوات ازاي اللي بتتم صناعة واحدة زي دي يعني مثلا بالنسبة للغرف التبريد مم بنبدأ ان احنا نصنع الساندويتش بانيل الاول في المصنع عندنا تمام على المكان اللي عندنا ده بيبقى عبارة عن صاج من الداخل والخارج مم وفي النص بيبقى فيه فوم بتيجي الواح زي ما حضرتك شايف كده فيه ابيض ازرق ابيض ازرق هي الواح دي مفصولة عن بعضها مش بتروح الموقع جاهزة كده وبتروح تتركب كلها في الموقع وبتتحقن وبتتقفل يعني دي بتجي قطعة واحدة سواء كان البنة الازرق او الابيض وبعد كده في خطوات التصنيع بتتم فصلها بالزبط لا هي احنا واحنا بنصنع هي اللي تصنع حتت يعني دي شرايح 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 متصنعة تمام الواحدة متر وعشرين لما بتروح في الموقع بتروح بتتجمع في الموقع وبتتقفل طيب خليني برضو افهم منك هل صناعة وحدات التبريد او غرف التبريد بتتشابه مع صناعة سيارات التبريد ولا كل واحد منهم بيكون منفصل يعني انا فهمت من حضرتك قبل التصوير اللي حابب نوضحه لستاذ المشاهدين فرق الماتيريا المبين الاتنين تمام ازاي بتراعي العوامل البيئية تمام هو بالنسبة للصاج وللفايبر هما في شقين شق الغرف هو اللي بيستخدم فيه الصاج بيبقى صاج من الداخل والخارج دايدا وفي النص في فوم دا الفايبر بتاع السندوق اللي لسه كان جاي دا الفايبر الفايبر دا اللي بيتحط في السندوق طبعا السندوق معرض للشمس والحركة والاتريبة والكلام دا كله عشان يقدر يقوى وبينقل فيه اغزية فالفايبر بيبقى قوي جدا صحي ما فيش منه اي ضرر وما بيعملش اي تفاعل مع الاكل بيحفظ الحرارة فايبر بيبقى ممتاز جدا في السنة دي لانها متحركة بالنسبة للغرف بيبقى الصاج او السلس لانها بتبقى جوة يعني بتبقى اين دور مش او الدور كان دايما برنامج حكاوي اليوم بدايته هي المساندة للشباب والاستثمار طبعا متماشي مع مجهودات الدولة المصرية لمساندة الشباب للاستثمار النادر او التفكير اوتوفزابوكس او خارج السندوق تمام لما جيت ابص في موضوع دلتا فوم عايز اعرف من حضرتك عشان الشباب يبتدوا حاجة زي كده ايه مكومات الاستثمار اللي لازم تكون عندهم ومبدئيا بالنسبة لموضوع الدولة ومساعدة الدولة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان فيه مبادرة كان عاملها اللي هي بتاعة العربيات اللي بتقف تبيع والكلام ده كله اللي هي بتبقى عبارة عن سنديق من ساعة ما المبادرة دي اتعملت والمجال بتاعنا بدأت الانظار طبعا تبقى اكتر عليه والوحدات انتشرت والسنديق بطريقة رهيبة جدا لان الشباب كلهم بدأوا يشتغلوا في المشروع وفي تسهيلات للموضوع ده فبدأت الناس تجيلنا عاوزوا عوروض اسعار عاوزين شغلوا بدأوا يشتغلوا وده مش احنا بس ده كل شركات المجال لان الموضوع كان كبير جدا بالنسبة لان حد يقدر يخش المجال ده فهو الموضوع صعب شوية لان رأس المال بتبقى محتاج ان هو يبقى كبير لان المعادرة بالزبط كده محتاج سيولة عالية جدا فلو حد عاوز يخش في المجال ده يعني انا دايما لما حد بيسألني وبنصحه البداية من التسويق هتا تعرف ازاي تطلع المنتج بتاعك او الخدمة اعرف ازاي هبيع المنتج اعرف ايه مواصفات المنتج ده اعرف الخامات بتاعته حتى لو هشتغل في مصنع من المصانع فترة ان انا اتعلم بعدما عرفت التصنيع عرفت خطواته يكون عادة على المراحل دي كلها طيب استاذ الشام خليني برضو افهم منك نقطة مهمة جدا دلت فهم كان فيها نقطة تحول كبير جدا في حياتها كمصنع او كشركة عن طريق موضوع الوكيل الكوري لحضرتك الموضوع سيرما المصدر عايز اعرف واحدة تبريد سيرما المصدر ازاي قدرت انها تعيد اعادة تشكيل لكيان دلت فهم وحدات سيرما المصدر من ساعة ما بدأنا شغل فيها وحدات ممتازة جدا يعني صيانتها قليلة طبعا احنا عندنا ضمان على كل المنتجات بتاعتنا لمدة سنة قطع غيارها كلها متوفرة عندي الوحدة يعتبر خلال السنة الضمان ويمكن بعدها في سنتين تلاتة ما حدش بيجي يشتكي منها لا ثانية واحدة يعني انا مجرد ان اشتري الوحدة من عند حضرتك اللي انا فهمت ان الضمان بتاحها لمدة سنة كاملة بالزبت عايز تقولي ان كتير من العملة او بنسبة كبيرة المجوريتي منها بتقعد تلات سنين وما بتشتكيش من الوحدة انا في عملها لغاية خمس سنين كمان ما بيجيليش اصلا يفكر ان هو يجيلي بالوحدة ولما بالفرد حتى حد بيجي بعد الفترة دي كلها بيبقى حاجات بسيطة خالص يعني تنظيف الوحدة وخلاص على كده طب العمر الافتراضي بتاع الوحدة قدية حسب الاستخدام اه طبعا المواصفات القياسية بتاعتها لنجاها قدية لا ملهاش ملهاش انا في وحدات مركبها النهاردة بقالي 13 سنة وشغالة اكثر من 13 سنة اه حقيقة طيب خليني برضو اعرف من حضرتك المواصفات القياسية اللي بتاع اشتريتها شركة سيرم الماستر مع دلتا فون بتكون ازاي بحيث ان انت توصل لنسبة الساتسفاكشن او الرضا الكبيرة دي عند العميل هي القصة كلها ان احنا دايما لما بيكلمني عميل بيكلم حد مننا احنا الفاميلي يعني يا اما المهنصر داي يا اما انا يا اما حد من اخواتي فدايما بنحافظ على العميل بتاعنا مجرد ما اتصل بيا وعرفت انه عنده مشكلة لو بالفرض انا ما حلتهاش في التليفون وانا معاه بيجيلي فورا تاني يوم والمشكلة كلها بتتحلق وهو قاعد يعني انا بدي الميزة للعميل الوقت انا بعتطلقش جنبي بقولكش اقعد لأ انت بتيجي بتخلص في نفس اليوم والتركيب نفس الكلام انت بتيجي بتركب في نفس اليوم ما فيش اي مشكلة او تعطيل لقدرة الانتاج خالص ولو حاجة في الضمان ما فيش عميل بيدفع جنيه طول معربيته في الضمان ده مستحيل بدون اشتراطات ما فيش اي اشتراطات غير ان العربية طبعا لو عملت حادثة دي حاجة تانية طبعا ده طبيعي انما لو اي حاجة من نفسها كده لا طبعا انا ملزم بيها طب خليني بقى استغل وجودك معي النهاردة ويبقى حاصري لبرنامج حكاوي اليوم اعرف العروض اللي بتقدمها شركة دلتا فوم بمناسبة الموضوع ايه؟ تمام هو احنا فيه اوفر اتفقنا عليه كلنا طبعا ان احنا هنعمله النهاردة بما ان الظروف البلد والكورونا والكلام ده كله والموضوع شادد اليومين دول فاحنا عاوزين ننشط شوية السوشيال ميديا فعملنا اوفر ان كل عشر عملة يعني مثلا النهاردة عملت عشر اردارات من ضمن العشر اردارات دول هنختار واحد منهم هيبقى ليه دي قيمة من الشركة بشكل عشوائي بالزبط كده طيب لما انا اتكلمنا مع بعض ودرست الموضوع مع فريق الاعداد لقيت ان فيه مشكلة بتواجهك كبيرة جدا في استيراد الخامات او الماتيريال عايز اعرف ليه دايما فيه مشكلة في صناعة وحدات التبريد او صناعة التبريد بشكل عام في الخامات هي الصناعة التبريد عندنا اصلا الخامات المستخدمة فيها اللي هي البوليول والايزو الخامتين دول على مستوى العالم كله مش في مصر بس على مستوى العالم مفيش غير ثلاث مصانع هي اللي شغالة في الخامة على مستوى العالم كله على مستوى العالم فمن فترة دخل مصنعين من الثلاث مصانع دول صيانة فبقى فيه مصنع واحد على مستوى العالم هو اللي بيصنع الخامة فطبعا في العالم كله مش هيلاحق على كمية دي كلها فالحمد لله طبعا بفضل ربنا عشان كده بقول حراك الموضوع محتاجة جراس مال كبير ان احنا دايما عندنا ستوك للبضاع يبقى عندك بضاعة متخزنة طبعا يشغلني شهرين ثلاثة لغاية لما الازمة تتحل في حال لو حدست ازمة طيب لو حبيت استغل وجودك برضو واخد منك روشيتة نقدر نحنا نطور بها صناعة التبريد في مصر نقدر نقول ايه صناعة التبريد يعني في مقاط كده الكلام ده اليا وللمنافسين اللي هم انا بعتقدهم اخواتنا كلهم طبعا اولا الاهتمام بالعميل ده اهم حاجة ان لما اجي العميل يطلب مني حاجة اعرف بالزبط طلبه ووفرهله يعني انا في عميل ممكن يكلمني يطلب مني اعاوز غرفة كبيرة اسألك حضرتك بتشتغل في ايه وقال لي بشتغل في كذا 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 اقول له لا معلش دي كتير عليك يعني انا ما حبش ان انا اكلف العميل زيادة او ان انا خليه يصرف زيادة في سبيل ان انا اكسب شوان سيشام انا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك عزاء المشاهدين ومستمرين في لقاءنا الممتع من برنامج حكاوي اليوم لحلقة النهاردة فاصل وانواصل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة